في هذا الوقت معدنا مع موجز التسعة صباحا بتوقيت القاهرة مع هالا الحملاوي تفضلي هالا شكرا محمد التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم نفى مصدر مصري رفيع المستوى ما تداولته تقاير إعلامية عن إقلاع طائرة استخبارات أمريكية من مطار شرم الشيخ بهدف تنفيذ طلعات استخبارية ومسح فوق الحدود الفلسطينية المصرية وأوضح المصدر أن مثل هذه التقارير عارية تماما من الصحة ومحد أكاذيب كما أكد المصدر رفيع المستوى أنه لا صحة إطلاقا لوجود اتفاقات وتفاهمات مصرية مع إسرائيل بشأن محور فلادلفيا مشيرا إلى أن مصر أكدت تمسكها بحتمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من محور فلادلفيا وانسحاب القوات الإسرائيلية من معبر رفح من الجانب الفلسطيني حتى يمكن إعادة تشغيله مرة أخرى كما أكد المصدر أن كل الادعاءات بشأن محور فلادلفيا تأتي في إطار سعي الطرف الإسرائيلي للتغطية على فشلي العسكري المستمر بقطاع غزة أعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو موافقته على إرسال وفد الخميس المقبل للتفاوض على اتفاق بشأن الإفراج عن المحتجزين في غزة وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء أجرى مناقشات معمقة بشأن موضوع المحتجزين مع فريق المفاوضين ومسؤولين أمنيين وأمر بإرسال وفد مفاوض الخميس المقبل من دون تحديد المكان الذي سيرسل إليه هذا الوفد جددت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها لعدة بلدات جنوب لبنان واستهدفت الغارات الإسرائيلية بلدات عترون وعيت الشعب ويرون تزامنا مع تحليق الطيران الاستطلاعي والحربي كما استهدف الاحتلال برج مراقبة للجيش اللبناني في علم الشعب ما أدى إلى إصابة عسكريين لبنانيين من جانبه أعلن حزب الله أنه قصف عدة مواقع شمال إسرائيل بالأسلحة الصاروخية وحقق إصابات مباشرة بدأ مسؤول حملة نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس في إجراء اتصالات لضمان دعم المندوبين لترشيحها قبل المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في أغسطس المقبل وأوضحت مصادر بحبلة هاريس أن التواصل الذي بدأ بعد وقت قصير من انسحاب الرئيس جو بايدن من حملة إعادة انتخابه سيكون ضروريا لضماني أن تحل هاريس محل بايدن في انتخابات الخامس من نوفمبر كمنافس لمرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب انطلقت قافلة تضم آلاف المهاجرين من جنوب المكسيك متوجهة إلى الولايات المتحدة وتشكل قوافل المهاجرين التي تعبر المكسيك موضع توتر مع الولايات المتحدة منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وخاصة في خضم الحملة الرئاسية ويزداد عدد الأشخاص الذين يسعون إلى دخول الولايات المتحدة هربا من الفقر والعنف في أمريكا الوسطى وحيتي منذ أشهر انتهى مجازو التاسع وعودة مرة أخرى لزملائي في الستوديو منا ومحمد لاستكمال فقرات سبع الخير يا مصر شكرا لك يا هاد اشتركوا في القناة